من افتكاك تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر من كأس الجمهورية حينما صدفت أولمبي أرزيو حيث شهدت المرحلة الأولى بداية قوية لأصحاب الأرض الذين شنوا عدة محاولات على مرمى الحارس مسعي رد الزوار جاء عن طريق صحراوي الذي سدد كرة على التلعارض الأفقية أخطر فرصة في هذا الشوط الأول كانت لأولمبي أرزيو ولكن كرة صحراوي تخطئ المرمى بعد هذا ملودية سعيدة نقلت الخطر إلى منطقة منافس وصنعت عدة فرص لم تترجم إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي المرحلة الثانية دخلت عناصر ملودية سعيدة بكل قوة وعزمة للوصول إلى شباك منافس الذي كان منظما في خطوطه الثلاث ولكن هذا زاد من إصرار سعيدين على تسجيل الهدف فكان لهم ذلك في الدقيقة الستين عن طريق مطرني إثر توزيعة جميلة من ديدوي هذا الهدف كان بمثابة الصافرة النهائية للمباراة فلم نسجل بعدها فرصا من